محافظة نينوى دائرة الاحوال المدنية منذ عام 2017 على 200 لقاليم تخصصت الأموال اللي بناها اللي هي 100 نافذة ممكن أن تخدم المواطنين تخدم كل أهالي الموصل داخل للأسف الشديد لحد الآن ما حد يعرفين صارت الفلوسها هاي دائما نركز على موضوع دائرة الاحوال المدنية 100 نافذة اللي هي موجودة باب سنجار ولحد الآن ما تمنفذ العمار ولا حد جايمها ولا حد يسأل عنها أصلا للأسف شديد أموالها موجودة وأموالها كانت مخصصة من الوزارة هناك أمور كثيرة مخصصة للكثير من الدوار لكن للأسف الشديد يعني كلها قضيناها بهذه الأمور البسيطة الأمور التي لا تغني ولا تسمى من جوع فعلا كان نتمنى أن نتجسون المشاريع الاستراتيجية المهمة في مدينة الموصل في قضاء الموصل اللي هو مركز محافظة نينوى يعتبر وبعدين أنا أقدر تجهل الأقضية أقدر تجهل النواحي بس لكن للأسف الشديد ضاعت الأموال لأننا لسا نطالب عن طريقه إدارة المحافظة اللي يريد يقولك أنا ناجح بالعمل وغير ناجح يطلع ليلة العلام يقولك أنا هل قد جاني فلوسه هل قد سويت مشاريع بلنا تحتية كثيرة من ضمنها السيد بادوش من ضمنها مشروع ريجي الجزيرة المعامل المصانع أسفر رح يقولك على وزارة الصناعة وزارة الصناعة السيد تنطيع المستثمر عوف المعامل لسا خلي نجي نحن المستشفيات نجي للفنادق نجي للملعب نجي للجسور يعني نحن لحدنا المدينة بحاجة الجسر السابع أنا البرحة كتبت منشور على مستشفى الأورام اللي هي هايدا يموتون الناس وما حد يدري بيهم والما يموتون يصرف كذا مليون دينار للأسف الشديد واليون دي بي متأخرة لهم مغدينها من اليون دي بي ومكملينها ولهم ضغطين على اليون دي بي وخلوهم يكملون هذا المشفى للأسف أمور كثيرة تحتاج إلى متابعة وإلى تدخل كافة نواب محافظة نينوة لأنهم مسؤولون أمام الله على هذا الشعب الفقير هذا الشعب الجريح هذا الشعب أنا أعتبر بيهم بسطاء وناس على الفطرة ما يعرف أجد يجي أموال أكيد لو يعرفون إجد تجي أموال للمدينة ما كان سكتو لكن ما حد يعرف لأنه لحد لا يقبل يطلع يعني يقول إجد والدليل أنه أي مشروع يصير بالموصل ما حد يكتب إجد المبلغ هو ليش يصير مشروع وهمي هو المشروع لنبات ثلاث مرات أربع مرات يستطيع ضعاف فعليش يحتاج الوهمي ما يحتاج الوهمي يصير المشاكل ويصير المضجة علامية هو لي جدا من تماخذ يعني مشاريعك ما تستحق المبالغ الطائلة ولكن تتصرف عليها مبالغ الطائلة للأسف